يعني هاي شكله من سياسي فاني ازده وكاله تعيش! 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 وزير العرب! تنم تخبص ليه! هذا الكاذب! هذا الكاذب! تتخبص ليه! إصال الدولة! نتكلم عن واحد من الله اللي مستخبص! هذا الكاذب! كيف ينزل تخبص ليه؟ ينزل تخبص ليه! اصدقى! تنم تخبص ليه! شاهدت صريحات تهزو مصر بعد خسارة الزمالك من الإسماعيل وعتزال مرتضى منصور بالفيديو مدرب الزمالك يحمل مرتضى منصور سبب الخسارة في مباراة الإسماعيل بالاتفاق السلام عليكم لطفاً قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا بزر الجرسة شاهدت صريحات تهزو مصر بعد خسارة الزمالك من الإسماعيلي واعتزال مرتضى منصورة تترقب لجنة التظلمات بالاستئناف بالتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربشي قرر محكمة القضاء الإداري في الدعوة المرفوعة من الناد الأهلية للطعن على صحة قرار تعيين لجنة الانضباط وذلك لتحديد مصير التظلمات المقدمة من محمود كهربا لعب الاهلي ومرتضى منصور إيسو الزمالك على العقوبات الصادرة بحقهما من لجنة الانضباط وكانت محكمة القضاء الإداري حددت غدا الأحد لنظر الشق المستعجلة في الدعوة رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري والمرفوعة من الناد الأهلية والتي يطعن الناد فيها على قرار مجلس إدارة التحاد الكرة بتعيين لجنة الانضباط بتشكيلها الحالية وهو القرار الذي يرى الأهلي أنه خالف تماما للآحة النظام الأساسية للتحاد الكرة وفقا لما ذكرته مصادر القاهرة 24 تترقب لجنة التظلمات القرار المنتظر صدوره من محكمة القضاء الإداري غدا بشأن دعوة أهلية وفي ضوء هذا القرار سيتحدد مصير التظلمات المقدمة من محمود كهربا ومرتدا مصور وما إذا كان سيتم النظر في هذه التظلمات أو استمرار إيقاف نظرها وأشرت المصادر إلى أن لجنة التظلمات علقت نظر التظلمات المقدمة من كهربا ومرتدا مصور إحنا الفصل في الشق المستعجل من دعوة الأهل والمقرر أن تنظر فيه محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم الأحد وأوضحت المصادر أنه في حال قررت المحكمة عدم اختصاصها في نظر دعوة الأهلية أو رفضت الدعوة وأكدت صحة قرار تعيين لجنة الانضباط سيحدد المستشار عدل الشوربج رئيس لجنة التظلمات موعدا جديدا ينقاد اللجنة للنظر في التظلمات المقدمة من كهربا ومرتدا مصور واتخاذ قرارات بشأنها سواء بتثبيت العقوبات الصادرة بحق الثناء من لجنة الانضباط أو تخفيف تلك العقوبات أو حتى إلغائها تماما وكانت لجنة الانضباط بالتحاد الكرة عقبت كهربا بالإيقاف لمدة 12 مباراة بجانب تغريمه مبلغ مليون جنيه بدع إساءته لناد الزمالك وجماهيره خلال احتفاله مع جماهير الأهل يعقب مباراة القمة الماضية بالدورية شاهد أول تعليق من مرتضى مصور وينو انسحابه من الدور المصري رسميا كشف موظر بالاتحاد المصري لكرة القدم عن رد الجبلاي على تصريحات المستشار مرتضى مصور رئيس الزمالك بشأن تقديم عدة ملفات إلى اتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وأوضح يهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن مسؤولي الجبلاي ليس لديهم أزمة في قرار إدارة الزمالك وتاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم موضحا أن الزمالك من حقه اللجوء إلى اتحاد الدولي لكرة القدم كما أن الاتحاد المصري ملزم بتنفيذ قرارات الفيفا في كل الأحوال بالفيديو مرتضى منصور يستقيل من رئاسة نادي الزمالك ويسلم النادي إلى وزارة الرياضة أعلنت وزارة الشباب ورياضة تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بعزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك ويرفض مجلس إدارة تنفيذ الحكم الاعتبار أن مرتضى منصور قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا وهدد مجلس إدارة الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الخميسة بالرحيل الجمعي في حالة تنفيذ قرار عزل مرتضى منصور فيما يعرف بفراغ السلطة وتحدد المادة الرابع عشر من اللئاحة الاسترشادية التي تحكم الزمالك وتعد جزءا لا يتجزع من قانون رياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي تحدد من يقود الأبيض حيث تؤلف لجنة مؤقتة مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضية أو من يقوم بعملهم تتولى شؤون النادي والدعوة لانتخاب مجلس جديد في أول اجتماع جمعية عمومية عادية ويشغل يهاب السيد خضر منصب القام بعمل المدير التنفيذي وطارق أباظا في منصب مدير النشاط الرياضية وتختلف مرجعية تعيين مجلس مؤقت حاليا عن اللجنة السابقة التي عينت في عام 2020 والتي تشكلت بمجموعة من القضاء حيث شكل وزير الرياضة هذه اللجنة مستندا إلى لائحة الزمالك الخاصة قبل وقف العمل بها والعودة إلى اللائحة الاستراشيدية لتكون دستور النادي الأبيض مرتضى منصور يتصدر تويتر بعد إعلانه رحيله عن نادي الزمالك أعلن مرتضى منصور رحيله عن نادي الزمالك رسميا وعدم استمراره في منصبه خلال الفترة القادمة استقالة مرتضى منصور تصدر المستشار مرتضى منصور خلال الساعات الماضية موقع تدونات القسيرة تويتر وذلك بعد إعلان رحيله رسميا عن منصبه في رئاسة نادي الزمالك ودشن رواد موقع التواصل اجتمع تويتر هاشتاجا يحمل اسم المستشارة وتضمن العديد من الصور والفيديوهات من المؤتمر الذي عقد أمس في نادي الزمالك وعلن فيه مرتضى منصور رحيل عن رئاسة النادي رحيل مرتضى منصور وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن وزارة الشباب ورياضة رفضت وجود مرتضى منصور الصدر بحق حكما قضائيا بعزله من رئاسة النادي رئيسا شرفيا لنادي الزمالك وقال المصدر أن الإدارة رفضت وجود مرتضى منصور رئيسا شرفيا لنادي الزمالك وهو الحل الذي قدمه الزمالك لحل أزمة عزل مرتضى منصور وقاله مرتضى منصور أنا خلاص مش هكمل في نادي الزمالك أنا ماشي ورغم رفض أعضاء مجلس إدارة الزمالك بالكامل استقالت مرتضى منصور إلا أن المستشار صار على قراره وقرر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة تقديم استقالاتهما أيضا بالتضامن مع والدهما مرتضى منصور لوزير الرياضة أنا ماشي وتفضل استلم النادي ورينها تدفع مرتبات الموظفين منين أبدأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استعداده للرحل بشكل فوري على رئاسة نادي الزمالك وذلك بعد مطالبة وزارة الشباب ورياضة مجلس إدارة النادي باختيار قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بدلا من مرتضى منصور وخلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقار نادي الزمالك وجه مرتضى منصور حديثه لوزير الشباب ورياضة قائلنا ولا نعزل المشاهدين أعتقدوا أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب ما يحدث من ظلم واضح لجميع من الزمالك لا تنسوا أن تشاركون بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم أن نشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر